في هالحياة هناك أنواع من البشر في الطيب والراقي والمحترم والمثقف وفي البخيل والشكاك وسيء الظن والحاقد والكاره في نوع اسمه الاستغلالي هذا النوع الزكي لكنه من أسوأ أنواع البشر نوع مهما تعدت عشان وقدمت لهم وضحيت كرمالهم رح يوصلون لك شعور أنه هذا واجب عليك نوع ممكن تعطيه من روحك ومالك ووقتك وإبداعك وبالنهاية رح يخلوك تشعر أنه هم المتفضلين عليك نوع رح تلاقي نفسك معه مستنزف وبدون أي تقدير ما عملت ووقت اللي معت فيك تقدم شيء رح تطلع أنت الغلط وأنت السبب وأنت النائس وهم الكاملين هذا النوع ابعد عنه مهما كان أريم منك صباح الخير حبوباتي وشراكم وش حوالكم إن شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم في الفيديو جديد إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال اليوم جبت لكم روطيني يوم الجمعة إن شاء الله يعجبكم اللي بنات روطيني خفيف حبيت نبدأ وهاب القيوة طاع الصباح كما راكم تشوفوا شوفوا أنا اللي بنات من نوفش نخدم حتى حاشا حتى نشرب قهوة تاعي ونقعد مع راسي يعني هم كل راكدين غير أنا اللي راني نوف بكري تعرفوني ما نفوتش السبعة النوف لازم نوف بكري تشتاب اليوم الجمعة ولا يعني ساير اليامات كلها لازم غير السبعة قبل السبعة النوف ساعات حتى الستات تلقوني راني قاعدة في الكوزينة شوفوا هنا لبنات بعد ما شربت القيوة تاعي راح نعتليكم النهار هذا يعني صورت شوية الصباح وصورت ليكم شوية العشوة وتشوفوا وصفة راح تخدمها لكم بنتي نبدأ وهنا الوصفة تعنا احنا شوفوا لبنات حطت ززكة كاس ونصف تاع حليب حطت مغرف تاع خميرة خميرة تاع الكسرة ودرت ربعة مغارف تاع سكر يعني سكر عادي انشاء الله لبنات الوصفة هذي تعجبكم وتجربوها ومش راح تندموه لها احنا شوفوا لبنات خلطة كلش الحليب لبنات يعود لازم يكون فاتر ما يكونش بارد تفتروه وهنا هذي القرصة تعالملح زادتها في الاخير وهنا راح تدير الاروم تعالفاني يعني القوة تعالفاني تدير كمية هذي لبنات ميز غنجية تعالقهوة هي ما كيلتش هنا وتخلط كلش مع بعضها هي اللي عندها الفاني يعني غبرة احسن من من اللي كيد هذي هذي اللي كيد لبنات يعني راح تبدل شوية اللون تعالعجينة يعني ولتحب يعني العجينة تقعد لها بايفا تدير تعالغبرة هنا زادت البنات الفارينا يعني كلش حطوه على ضربة واحدة هنا دارت زوسكي سنتا فارينا ودارت ساشيتا خميرات عالقاتو زادوها معاهكم البنات الخميرات عالقاتو راح تعطيكم واحد الخفافة واحد لنشاشة لبنات العجينة هذي حاولوا ان تجربوها يعني راي مليحة خلاف حاولوا انكم تجربوها في معجناتكم في في اللي صالي في المعجنات كاملين اللي بنات خلطوا مليح كما راكم تشوفوا كما هيك حتيتخلط المزيج كامل مع بعضها واضربو هكا بالفوي باش تشغل تتعجنوها يعني اللي عندها البترة تستعمل البترة ولا الروب ولا اي حاشة انا بنتي هنا استعملت غير الفوي كما هكا يعني كما تحبوا انتم تديروها تخلطها تخلطها تشوفوا بالشكل هذا تشوفوا حتى تكتلت هذيك كامل راحت ومبعد هنا تزيد تضيف الكاس الثالث لبنات الثالث والرابع حسب يعني العجينة حسب الفارينة اللي عندكم كينا عجينة فارينة تشربو كينا فارينة ما تشربش انتم خلطوا وشوفوا حتى تحصلوا العجينة تكون شوية ما تريه في اليد يعني تكون متماسكة بصح في نفس الوقت تكون تريه ما تكونش يابسة مبعد تكون ديروها يابسة لبنات راح تجيكم شغول معجنة للابات تاعكم بس حكي ديروها كيما هيك تعود شوي تريه راح مبعد وفيها الخميرة لبنات راح تعطيكم واحد الهشاشة وتعطيكم واحد الطراوة تهبل تهبل لبنات شوفوا خلطهم ليه حتى تتحصلوا العجينة حاولوا انكم يعني تعجنوها كيما تعودوا تلموا انكم تضربوها كيما هيك تعجنو فيها شوفوا زيدوا لكمية تاع الفارينة بشوية وشوفوا يعني حتى تشوفوا يبسة لكم الكرحوش الفارينة ياسر ومبعد تحصلوا متلقوش كيفية تديروها هاي بالطريقة هذي اللبنات خلطوا غير بشوية وشوفوا اهنا بعد ما لميتوها زيدوا ديرو مغرفة زبدة ودخلوها في وسطه شوفوا اللبنات حاولوا انكم تدخلوا هذيك المغرفة تاع الزبدة في العجينة تاعكم كاملة هذه هي الطريقة تاحها اللبنات واحد العجينة تحاولوا انكم ديروها كيما قلت لكم في المملحات تاعكم فرح تجيكم هاي لها العجينة كينا البنات هذه العجينة وكينا العجينة السحرية يعني يجربوها ومش رح تندموا يعني على ضمن تينابل العجينة هذه رح تصلح لكم من اول مرة شوفوا بالطريقة هذي حاولوا انكم تدخلوا هذيك الزنجية تاع الزبدة كامل تدخلوها في وسط يعني العجينة على بنات أن نقول الزنجية يعني كالاzech غليس 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 ماãy يعرفوه شو الشي الزنجية الزنجية هي عندنا في الشرق حاننا نقوله لهم هينغرفhe ونقوله لها ونجت، يعني iny ساعةUp نعود يعني نحضر ونقول الزنجية ثم بعد نتفكر باللي يعني قليل هي فهمها كلمت الزنجية啤 هي عندنا حنا هي المغرفة اللي نكرة بها نقولها هونجاية ها بالطريقة هذي ههنا نجيبوPorر فيلوم تاعنا نحاولو اننا نغطوها هكا كامل في الريسيبيون ونخلوها مدة يعني لحسب حرارة المطبخ تاعكم كان المطبخ تاعوا سخون وحسب الفصل اللي راكم ديروا فيه هي من 4 ساعة حتى نص ساعة تكونوا تلقوها طلعت هنا شوفوا البنات غطوها وغطوها مليح أنا شوية الكوزينة تعي اليوم دلكن نقول لكم عليها راه هي باردة خطركش البنات اليوم صبت واحد يعني صب الحجر كما يقولوا عند نحنا ولا البحرور شفي برايس خرين هاوليكم البنات اللهم اغيثي نافي عنه شوفوا البنات تقول لها راو شتا هاول تقول لها حجر صبها الحجر صب شوفوا البنات تقولي شتا يعني الثلج مشية بكمية كبيرة يعني الله المستعين يعني من غير وقت وشوفوا البنات هي الدنيا كلها تبلت يعني واحد المنظرة حبيت النعت والخواتاتي هكا يشوفوا كيفها صبت عننا صب عنها الحجر يعني ليامة كلها هو العدو البرقو كلش بس حنو ما صبتش يعني كما يقولوا توحشنا النوط صبكي ما هيكا هاي جتنا في غير موسمها يعني غير الوقت تاحها والحمدو لله جعل اللي عجينات احنا شوفوا البنات بعد ما تخمرت طلعت لينا شوفوا الشكل اللي اعطت هون نحوها همن هنا من ريسيبيون حطها فوق طاولة العمل وشوفوا البنات تبعوا خطوة بخطوة وراح تنجح ليكم ديروها الفطائر هذي ديروها القهوة تعال العشواء هكا كيجوكم ضياف يعني تعملين دار تقدرو ديروها لهم للقهوة خفيفة ضريفة اللي هلي تديرها شوفوا هنا دا رش طاولة العمل بما انو العجينا شوفوا كفاة تطلاصك في اليد ت interest want to be more ديروها هيك على شكل البولات كينا رأيكم تشوفوا لو زوها ولا ولا شكل البولات كيما هيك صغار انتوما أيضا لا تحبي البريا البريوش تاعكم هيك تحبوه كبير تحبوه صغير كيما بغيتو انتم يعني اللي اللي تحبو كبير تكبروا اللي هتحبو صغير تديرهم هيك صغار هاذوما يعني راح يجوا يسخف شكل تاهم половين إليه لشكل تاهم room كبار وضع المرأة في يوم الزجنة سوف تسعي مصر وضحن المرأة لكي تكون مكماً وضحن المرأة وضحن المرأة وضحننا بكثير وضحن اضغطة لكي تصبح المرأة لتقوم بفعل لا تسعي لا تسعي تسعيل المرأة اضغطها تقوم باستخدام المرأة ثم تسعيل هذي العجينة اللي بنات هشيشة هشيشة كي طيب يعني راح يعني اللي تجربها راح تشوف يعني الهضرة تايب اللي راي يعني راني قاعدة نقول لكم في الصح العجينة هذي تبعوا خطوة بخطوة وجربوها في المماهن اللي حتى عكم تقدروا دوروا بها اليسوفلي تقدروا بها الهومبوركر تقدروا دورها شوفوا هذي طريقة اللي بنات كيتحبوا ديروها الملحين ما تديروش السكر الكمية هذي يعني ديرو غير نص مغرف سكر بركع يعني باش تتفاعل الخميرة ولا بغيتوها تديروها كيما هيك بريوش حلو ديروا ربعة مغارف يعني كيما هيك جالقوام يعني ماهو حلو حلو ماهو ماهو يعني ناقص حلاوة قد قد هنا شوفوا البنات بعد ما حطتها كامل غطيها وابدوا بالحبة كيما هيك كيما راكم تشوفوا حلو بالحلال هيك بعد ما تكونوا دهنتو طاولة العمل بشوية تعفارينها باش ما تلصق لكم شلعجينها كيما أقول لكم راي تريخ لا بالطريقة هذي حلو الحبة تعكم حاولوا انكم ديروها دائرية دائرية الشكل هاي لكم البنات حاولوا انكم ديروها رقيقة خلاح البنات قل من صفر فاصل خمسة سنتيمتر قد ما تحلوها جملية هنا شوفوا اي معجون عندكم هنا بنتي استعملت معجونة على المشماش تدهنوها كاملة كيما راكم تشوفوا هيك تبعوا طريقة وتبعوا الخطوات اللي بنات وان شاء الله تنجح لكم الوصفة هذي ورح تعلم تمدوها خاصة اللي عندها الاطفال يحبوا الحاجة الحلوة خاصة اللي محبوش يشربوا الحليب يعني تكوني تديري لهم هذي الوصفة وتكلحهم بها يفطروا يعودوا يشربوا لك الحليب هنا نجيبوها جرارة ولا هذي اللي تحل جيبوها لبنات كيما راكم تشوفوا حلوها هيك خيوط خيوط هيك ديروا الشريطة هيك رقيق مشوها كامل لبنات في الوسط كامل وهنا راح تبرمو هذو كنا أعطي لكم بالطريقة بالتفاصيل حاولوا أنكم تبرموا بالطرف العجينة تعكم لووها لوو لوو حتى تخرجوا على الأخير تعها شوفوا لبنات راح يبدأ يتشكل لكم الشكل تعكم حاولوا باللعق البرق والبنات المعجون ما تكثروا شي ياسر إذا كثرتوا ياسر راح يخرج لكم يفزد لكم الخدمة تعاكم شوفوا بالشكل هذا البنات شوفوا كيفها ومن بعد لووها هيك ديروها على شكل دائري وهنا البنات حام لكم بعد ما طيبتوها في الفور على درجة حرارة شوفوا زي ما هت جي جي خفيفة 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 خلال البنات وبش تعطيكم لمعان أحكموا المعجون تعكم أحكموا بالشيتة كيما هيك ودهنوهم من الفوق لي تحب تذري عليهم أنواع لتعلموا كسارات الذري ولي ما تحب تخليها سامبل كيما هيك تخليها هنا من البنات ما بقى لي غير نقول لكم أطهر الله في رواحكم وإن شاء الله هالفيديو هذا يجبكم وليعجب هالفيديو ما تنساش تخليلي جيم تخليلي تعليق وما بقى لي غير نقول لكم في آمان الله وإن شاء الله هنطلقاه في فيديو جديد بإذن الله سلام